أعداد ضخمة لطالبين لجوء الأفارقة الذين يعيشون بالفعل في إسرائيل أرقام هائراتس كشفت عن وجود 30 ألف طالب لجوء أفريقي معظمهم من الشباب من بين طالبين لجوء 3500 سوداني كانوا حصلوا على وضع مؤقت بحكم قضائي لكن الغالبية قدمت من إريتريا بنسبة تقدر بنحو 18 ألف شخص وفق الأرقام المنشورة وبعد الاتهامات باستغلال حاجة أشخاص فروا من بلادهم بسبب الحروب التي مزقتها ردت الهيئة المختصة في الجيش للصحيفة الإسرائيلية بأن أعمالها تتم بشكل قانوني